في الفكر الإسلامي أما حد بيموت بيعملوله حاجة اسمها الحسنة الجارية أو زي مثلا يعملوله حنافية مية يعملوله صدقة جارية بنتشوف دائما على روح فلان آه على روح فلان فده معناها أن الصدقة دي بتفضل تجمع عند البني آدم ده بعد ما يموت لأن أهم حاجة أن البني آدم ده يعني شوية الصدقات ده هيت ممكن أن هي تحط في ميزان الحسنات والسيئات بتوعه فهو الميزان الحسنات يزيد فيقدر يدخل الجنة فده الفكر أو المنتاليتي الفكر اللي وراء أن الناس أن هما يحبوا أن هما يدعوا الناس إلى الإسلام أن أنا يبقى عامل زي المكنة كأن أنا عملت حنافية مية حنافية إيه بني آدم بيعمل صلوات وبيعمل صيامات وبيعمل ذكر وبيعمل 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 وكل هذه الحسنات اللي هو بيعملها لنفسه أنا بأخذ أجرها أنا كمان لأن أنا لقدته إلى الإسلام فالناس بيعملوا الدعوة بدافع أنه هو ياخد الحسنة ياخد الأجر عنها مش بدافع محبته ربنا أنا ما بروح أبشر ببشر دافعي الداخلي أن الله الذي غير حياتي أنا بحبه جدا جدا بحبه كأب لي وهو ده السبب مش عشان أروح على السماء مش عشان أروح على السماء على أساس عمل المسيح موضوع محسوم لكن لأنني بحب المسيح أنا عاوز أربح أكبر عدد بالزبط فالموضوع بالنسبة لي بتاع السماء ده موضوع محسوم لكن بالنسبة للمسلم هو موضوع عامل زي العداد بتاع الحسنات علشان يلحق نفسه لو كان عمل سيئات أكتر ويدخل على الجنة فهو الموضوع هو يعني انتفاعي بالنسبة للشخص اللي بيعمل الدعوة طبعا الدعوة هي فرد كفاية مش زي السيوم والصلاة السيوم والصلاة فرد عين لكن الفرد كفاية يعني إيه فرد عين اللي هو فرد مفروض على كل بني آدم لكن الفرد الكفاية أن واحد يكون كافي عن الأمة كلها فبالتالي هذا الشخص اللي بيقوم بالدعوة أي حد بيساند هذا الشخص بيساعده بيبقى هو ده مثلا هم بيشاركوا في هذا العمل يبقى هو بيربح الناس دول للإسلام وهم بيشاركوا في الحسنات بتاعة هذا الشخص والحسنات بتاعة الراجل اللي جاء أو البنت اللي جاء وده بيوضح لنا طبعا ليه هم بيحاولوا أن هم مثلا يأسلموا البنات المسيحيات القبطيات اللي في مصر أو يحاولوا أن هم يأسلموا البنات اليازيديات اللي موجودين في سوريا والعراق فده نتيجة والناس اللي بيدعموهم وبيدفعوا فلوس علشان يدعموا هذه الدعوة علشان هم في الآخر منتفعين بالحسنات اللي هم المفروض أن هي تحميهم من الدخول في النار دفعي أنا كمسيحية مختلف أنا مش بقدم الرسالة علشان أروح السماء أنا بقدم الرسالة لأن أنا دقت طعم المسيح دقت تغيرت حياتي بنسبة 180 درجة وبهذا التغيير أنا شفت أن أنا كنت ميتة وعشت وإداني ربنا حياة إداني ضمان إداني حياة أبدية فهذه الضمان يفتقد أي واحد مسلم ترجمة نانسي قنقر